حزب الله بس نفذ وهو بقول مشي وراء الدولي أساساً ما في دولي هو الدولي كان ما يدور عن نقطة تجمع الأمريكي بحزب الله بما يخص الترسيم البري والكبول بمبدأ التفاوض عند الانتهاء من حرب غزة فهل صحيح أن الملف مطروح في ظل كل هذه الحرب الدائرة من غزة إلى لبنان أكيد في شي منه بس ما في اتفاق بين حزب الله وإيران في اتفاق وأمريكا في اتفاق بين أمريكا وإيران اللي هي بتعطي التعليمات لحزب الله تماماً وقت عدت التعليمات بالنسبة لحزب الله بالترسيم البحري وأخذوا لنا وقت البترول تبعنا وهذا كان بموافقة إيرانية أمريكية إسرائيلية الإطلال الأخيرة لنصر الله اللي تحدث فيها عن فرصة حقيقية لتحرير ما تبكى من الأراضي اللبنانية قاتت بخيبة أمل كبيرة لدى جمهور الممانعة اللي كانوا بيتوقعوا رداً آخر على كل ما تكون به إسرائيل من افتيالات وضربات رداً على صواريخ الحزب أو ربما الاتفاق الضمني بين الأمريكي والإيراني على إنجاز الترسيم البري في لبنان يمنع أي رد مهما كانت التعديات ما عبي يوفي بوعوده يعني المئة ألف كان قال إذا فاته على غزة بالبر بتدخل ما تدخل كان بدو يصلي بالإدس بطل يصلي بالإدس والإسرائيلي بذات الوقت عبي كمان يحرج حزب الله باليوم مثلاً بإغتياله لأحد مساعد كاتب تردوان فلذلك ما بعرف قديش بدو يهدي حزب الله قدام هالأمور هايدي يعني لما اغتادوا العروري قلت أنا تخطوا الخط الأحمر الرفيع بيتخطوا الخط الأحمر العريض عندما بيدقوا بي شو اسموا قيادات حزب الله اغتياد الطويل هو مهم جداً وكل العالم هلأ بكر بدو تنطر كيف حزب الله بدو يرد إذا ما رد يعني صار بعده عبينزل النزول وبعده ما عب يوفي بوعوده وإذا رد بنا نشوف قداش مدى رده هدي مرة رد على العروري بـ 62 صاروه خل مرة بزيدهم شوان ما بعرف هل يمكن أن يبدأ الإسرائيلي بالتفاوض على الترسيم البري؟ قبل رضع ما يقول أنه يشكل خطر على أمن الشمال الإسرائيلي بأتقد إنه بدو يمشوا بترسيم لحدود الإسرائيلي بغض النظر إذا السوري رسم الحدود تبعه معنا أو ما رسم منرسم الإسرائيلية على خرائط سايس بيكو بأعتقد ما عنده المشكلة الإسرائيلية بس الأن نتنياهو عم يجرب بعد قد ما فيه يجيب حزب الله على الملعب تبعه ويخترقوا قواعد الاشتباك أساساً تمثلية قواعد الاشتباك ويصير في حرب كبيرة على لبنان ويدنبر لبنان بانتظار أن تكتمل الصورة لدى اللاعبين الدوليين الكبار يبقى أمن لبنان بوضع غير مستكر وعلى المحك في كل لحظة طالما قرار الحرب والسلم بيد حزب الله